تناول اليوم الثاني من الندوة الثامنة لمجلس الأمن والسلم المنعقد بولاية وهران حول إفريقيا تناول خطر الإرهاب في إفريقيا وتماحرت نقاطها الأساسية حول آليات المنتهجة لمواجهة دول إفريقيا لهذه الآفلة إلى جانب تبادل الرؤى في مجال مكافحة الإرهاب خاصة مع تنامي التهديدات في دول الساحل والصحراء مع العمل وفق الأطر القانونية الإفريقية لمكافحة آثات الإرهاب 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 ونطلع إلى أن نضيف أكثر ونواطدها أكثر حتى نفتح مجالات بالتعاون واسعة وكانت لنا فرصة بالبارحة أن نستعرض هذه القضايا والأمور مع الوزير رمضان لمامر